رأيك كيف الصفقات اللي اخترها بيت سمو سماني الاهلي لا لا عحش جدا يعني بيرستاو اميكي سوني كريم فؤاد انا مشيت ناس الصفقات اللي وحشة او اللي هو اللي ما دهمش فرصة مثلا لما تبص على كريم فؤاد ما كان جايلك لعيب كويس وبيدع بريمين بلزرط بس ما هو ما دهمش فرصة حسام حسن حده في السموحة وحده في الدول حاجة من الاتنين يا اما هو اللي اخترهم يما اتفردوا عليه وده في النادي الاهلي ما بيحصلش ان يتفرد علي حد فانت اخترتو اني بقى انت عارف ان انت هتحتاجو مش 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 قصة ان انا جيب مش الكم انا الكيف بالنسبالي انا اللعيب ده هطلع منه ايه اه يعني هنا الصفقة سيئة ولا هو اللي ما استغلش الصفقات دي لا لا فيه انا 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 عطراضي من ساعة ما جي على بيرستاو لا طبعا انا ك يعني كلعيب انا بقى لي فترة ما بلعبش مستوية في النازل لو انت لازم بيبقى فيه تحليل اداء للعيب قبل ما يجي والنادي الاهلي لازم بيبقى فيه حد مش محل اداء هو بيعمل بيشوف السكواب بتاع العيب ده ايه بيشوفه عمل قد ايه كري قد ايه لعب كان ماتش هدفه قد ايه مثلا اخر شهر اخر شهرين لكن مش انا مش المدير الفاني اني عايز ده يبقى جيبه ان هو طبعا مدفوع فيه رقم رهيب مدفوع فيه صفقة متكلفة 3 مليون دولار صح و هو الحد دلوقتي مش مقنع للناس طب انا مشيت واحد زي والتاب والية و جبت بيرسي تاو هي هي يبقى انا مشيت ده ليه يعني قصد ان انا بدان ما مشي حد يبقى اللي اجيبه يبقى مستوى احسن احسن او ضعفه صح مش نفس المستوى يبقى انا مشيت ليه صح انا جبت حصام حسن انا ما استغلتش حصام حسن ليه مش عارف يستغله ليه لان هو عنده مشكلة بينه وبين اللعيبة هو مش عارف يوصل اللعيبة كلها او يعمل الروتيشن الصح ما هي الروتيشن ده علم يعني احنا مسلمانو الجزيج كان بيعرف امتى احمد تعب هو عارف ان احمد ده مستوى مثلا 80% بيحس بي ان انا مستوى بدا يباستين في المية لان احمد ده مش اثر احمد تعب والجمعة يقعد شوية يريح عضلاته تريح شوية ابو تريكا لا يريح شوية لكن انا اجيب العيب مثلا زي صلاح محسن اه ارحمد دينه ماتش بقى كويس الماتش البعض مطلعه بره للتشكيل طب هو الولد نفسه تبقى عاملت ازاي صح وعليها بكويس صح فهي قصة هو مش عارف يتعامل مع لعبه كويس عنده مشاكل في قط اللبسة هو مش عارف تعامل مع لعبه كويس بدليل ان على طول لسه حصل مشكلة محمد محمود في الجزائر هناك برضو الشاط مش عارف ايه وعمل مشكلة فوضح ان اللعيبة مش متقبلة قراراته او هو حاسس ان يعني انا بالنسبة له عزر محمد محمود ده لعب كويس جدا طبعا انا بالنسبة لي معلش يعني ولد نزل في ماتش وعمل ضرب الجزاء ولد كان كويس في الماتش يعني نزل شوية ورجع من الاصابة انا كمدير فني لازم اعمليه الماتش البعض وانا مش محتاج الماتش اصلا اللعب اللي هو بتاع الماتش الجزائر انت مش محتاجه طب بيبدأ الماتش هايحصل ايه صح يبقى انت حتى لو خسرت الماتش بس اسمها ايه كتبت لعب ورجعته مصبوط هي دي بقى هي دي السنس بتاع المدرب ان انا اعرف امتى قدي اللعيب ده اعرف امتى ولد ولد بقى له ثلاث سنين مصاب مش عقف ثلاثة صليبي جاله ثلاثة صليبي هل ان هو نفسيته تستحمل ان هو يبقى كويس في الماتش والولد حاطت امال لان ده ماتش كده كده عادي ومش محتاجين وحنا واصلين فانزل الى نفسه مش موجود اصلا في الماتش او موجود بره السكور انت كمدرب خسرت العيب صح حتى لو تعديلت في الماتش بس انت خسرت العيب خاصة انت تعاني من الارهاك وضغط المباراة فانت عايز تستخدم كل العنص اللي عندك وانا انا معليش عندي 25 او 30 لعيب ليه عشان اغاير بينهم عشان اغايرش بالارهاك والتعب انا عشان القايمة بالنسبه اللي تبقى سمعنا عندي 30 لعيب وانا عشان انا كمدرب اعرف استفيد من 30 لعيب دول لازم اعرف استفيد منهم لازم اعرف امتى قدي ده انا ماتش ماتش مش محتاجه تبقى يعمل 11 كلهم الناس ما ترعبش هيحصل ايه ما انت مش محتاجه صح يبقى انت بالنسبه لك انت كسبت اللعيبة دي واللعيبة دي اما حصل ارهاك دلوقتي انت حسيت ان انت محتاج اللعيبة دلوقتي ديانجت صاب السلاء مصاب مش لقى البديل انت اصلا ايه البديل بتاعك مش مهيقه كويس ان هو يلعب خلاص انت واحد زي محمد محمود افقدت السكة في نفسه هتيجي تقول له مثلا انت هلعب بطش زي الوداد ده هل محمد هيقدي نعم هو عارف ان هو لو قده ولعب كويس جدا هيطلع برا تشكيل تاني لكن هنفجلنا مستر مال الجزيء 25 لعيب هو راجل نفسيا كده بيحسسك ان انت اسيسي حتى لو بتلعبش ويحسس اللي بيلعب ده انت مش ضمن مكانك هو يقول لنا كده محدش ضمن مكانه النجم هو الفريق اللي هيلعب وحش اللي برا اللي برا اللي برا قاد مستني احمد لو لايب وحش رامي عاد لا يخش رامي لا والجمع لايب وحش راد هيقش فانت بتلعب وانت موت نفسك واللي قاد برا على امل ان انا هلعب لان هو الراجل موصل للمرحلة ان انت مفيش فرق بين اساسي واحتياطي كلنا هنلعب فهي قصة كلها ان هو الراجل مش موصل دي مشكلة مش موصل اللعيبة اللي برا التشكيل للثقة يعني حسام حسن ده فرق كويس جدا وهو انت جايب عشان هو فرق كويس اما بينزل الوقتي انت مش حس حسام حسن لان هو اهم حاجة ان المداري بيدي الثقة اللعيب انت في معي